للمتابعة ينضم إلينا من رام الله سيد أشرف عكة الباحث في الشؤون السياسية سيد أشرف عكة أهلا بك معنا أبدأ معك من ما قاله الفيلسوف الألماني مولين كانت قال القانون دون أخلاق هو طغيان والأخلاق دون قانون هي عبث كيف يمكن النظر في ضوء ذلك إلى المحرقة والمجزرة الإسرائيلية بحق المدنيين في خيام رفح نعم هذا دليل واضح على أن هذه المجزرة مستمرة وهذه الإبادة متواصلة بحق أبناء شعبنا ولا يوجد حتى هذه اللحظة إجراءات جدية عملية لا عبر القضاء الدولي ولا عبر تلك المسارات السياسية الإقليمية والدولية التي يجب أن تتسارع لوقف هذا العدوان خاصة أن هذا العدو بهذه الحكومة بهذه التركيبة يعني تعيش حالة استعصاء داخلي يعني لا يمكن لها أن تسير وفق تطورات الأحداث الميدانية في إطار أي تحرك سياسي يوقف هذا العدوان ولهذا هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ستحاول طيل الأيام والساعات القادمة أن تمارس إبادة جماعية متواصلة ومزيدا من الجرائم أملا بأن تحقق شيء تفرض سياسيا على كل الأطراف ونلاحظ كيف أن الاحتكاكات على الحدود مع الجيش المصري أفضت إلى عمليات إطلاق نار إذن نحن في وضع حرج المرحلة في وضع حرج هناك صحيح تحركات سياسية عربية دولية أوروبية الآن هناك اجتماعات قد تفضي إلى شيء ولكن يجب أن يكون وهناك صرخات الآن وهناك أصوات في الاتحاد الأوروبي تكون لابد من إجراءات تعاجلة وصارمة ومن أجل محاسبة إسرائيل وإلزامها على وقف إطلاق النار الوضع على الأرض يحتاج إلى تدخل عاجل إلى وقف هذه المحاولة اليائسة من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لماذا تستمر هذه المجازر سيد أشرف عكا على الرغم من أن هناك قرار من قبل محكمة العدل الدولية والأوامر كانت واضحة بوقف الحرب الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب القطاع فورا هناك بجموعة من العوامل أهمها أن القوة والقدرة في العلاقات الدولية يجب أن تأخذ طريقها في لجم إسرائيل وأن تتوقف الولايات المتحدة هذه الشريكة المباشرة في هذا العدوان الغاشم من دعم وتوفير الغطاء لإسرائيل ويجب أن يكون هناك قوات حماية دولية الآن وبشكل متسارع تصل إلى قطاع غزة لكي توقف هذا العدوان الإسرائيلي أضف يجب أن تتسارع العمليات السياسية والقانونية والإجرائية من كل المنطقة في مواجهة إسرائيل أضف إلى ذلك أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ما زالت تزداد تطرفا وتسيطر على قيادات الجيش الإسرائيلي المتطرفين الذين يقودون العمليات العسكرية وبالتالي هذه القضايا الداخلية الإسرائيلية تلقي بظلالها على كل هذا السلوك العبث الإسرائيلي ولهذا لا يمكن لنا أن نثق بأي تصريحات إسرائيلية وعلى كل المستويات سواء كان بهذا المسار التفاوضي أو استئناف المفاوضات واستئناف صفقة الأسرة إسرائيل تريد مفاوضات من أجل المفاوضات لأن الأهداف غير المعلنة ويجب أن نبقى نقولها ونذكر إعادة احتلال قطاع غزة إعادة الاستيطان وتهجير المواطنين من القطاع واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجه هذا ما يجب أن يقرأ من هذا السلوك الإسرائيلي كيف نفهم سيد أشرف عكا تصريحات المدعية العسكرية بإسرائيل قالت قصف رفح خطير للغاية ونجري تحقيقا كيف نفهم هذه التصريحات في ضوء تصاعد استهداف المدنيين في عموم قطاع غزة وكأنها هي الحادثة الأولى ضمن مجازر ارتكبت بحق المدنيين منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم يعني أولا هذا انحناء جدي أمام العاصفة مشان إحنا كما نكون واضحين تداعيات القرارات الدولية عبر القضاء الدولي تأخذ طريقها نحو التفاعلات داخلية إسرائيلية جدية أضفية محاولة للالتفاف على القضاء الدولي هناك نص في المحاكم الدولية عند محكمة العدل والجنايات أن الجهات القضائية للدولة التي تمارس أو يشك أو يظن أن هناك ارتكاب جرائم ما بحقوق الإنسان أو بالقانون الدولي الإنساني يمكنها إجراء تحقيق وإذا لم تكن بإجراء هذا التحقيق يتدخل القضاء الدولي وبالتالي هذه محاولة للالتفاف وأن إسرائيل قامت بعمليات تحقيق جدية لمحاسبة هؤلاء الجنود الإسرائيليين أو قادة الجيش ولكن هو التفاف بعد التجاهل سيد أشرف عكة يعني عندما يتم الالتفاف اليوم من قبل المدعية العسكرية في إسرائيل كان قبل هذا الالتفاف هناك تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية أو حتى كل النداءات القانونية الدولية المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وعدم استهداف المدنيين بشكل مباشر نعم هذا التجاهل سيبقى قائما والرادع الأساسي في العامية بيقول ما بيجيب الرطل إلا سبع ترطال هذا باللغة الفلسطينية هذا العدو لا يفهم إلا لغة الكوة ولا يفهم إلا لغة الإجبار والإلزام ولن تستطيع كل التحركات الإقليمية أو الدولية السياسية والقضائية وغيرها إلزام هؤلاء المتطرفين الذين يقودون هذه الإبادة بحق أبناء شعبنا وعلينا أن نوصفها علينا أن لا نقول دائما أنها حرب عدواني لا هذه إبادة ومجزرة مستمرة بحق أبناء شعبنا لكي نوصف ما يجري الآن وما جرى طيل الفترة الماضية هذه ليس حرب عادلة لا يمكن نوصفها بحرب ولكن قلت سبع ترطال بالمثل الشعبي الدارج ولكن هل يمتلك الفلسطيني الآن مقاومات الحق الذي يأخذ ولا يعطى بمعنى هذا المدني النازح ليس من أمره شيء هو قصف واستهدف في ساعات المساء دون أي ذنب دون أي مبرر حتى من قبل إسرائيل استخدام هذه القنابل الحارقة هي جس نبض يا سيدي هذه عمليات مدروسة وليس عمليات ثانوية هذه عملية مدروسة من أجل جس نبض لدى المواطنين نزع الإرادة وعمليات التخويف وعمليات القتل من أجل أن يهربوا باتجاه مصر وجس نبض الإقليم وجس نبض العالم يعني ما زالوا يعيشوا ذلك الوهم أن شعبنا يمكن أن يهجر أضف إلى ذلك صحيح الفلسطينيون لا حول لهم ولا قوة إلا الله وإرادتهم وصمودهم وأشقاءهم العرب وبالتالي الآن يعني أعتقد نحن أمام مفترق طرق الوضع حرج جدا يحتاج إلى تدخل يحتاج إلى وأعتقد أن تكاملت الأحداث وتراكمت الأحداث وتكاملت العوامل في هذه اللحظة وبعد هذه سلسلة الحوادث التي قام بها هذا العدو الصهيوني وخاص أنه يوسع دائرة الصراع والاستهداف ليس فقط في رفح وفي غزة وإنما يمتد إلى الإقليم والمنطقة ويعتدي بشكل أو بآخر على قواعد الاشتباك مع مصر هذا قد يأخذ الأمور إلى مسارات أكثر جدية لإجباره وإلزامه هذا من باب التفاؤل ولكن حقيقة الأمر على أرض الواقع هو فقط سمود الشعب الفلسطيني وقدرة هذه المقاومة أن تفعل ما تفعل في هذا العدو وكلما سمدنا ثانية وليس دقيقة أو يوم هذا يخلق تفاعلات في داخل إسرائيل بأشكال مختلفة والقائمة تطول سواء كان بالانتقادات والملاحظات على هذا السلوك وعلى ذلك الفشل إذن السلوك الإسرائيلي غير المنضبط والهمجي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة هناك نظرية العدالة الانتقالية يمكن من خلال هذه النظرية تفعيل قرارات تواجه التجاهل الإسرائيلي والتغول على المدنيين هل يمكن تفعيل هذه النظرية واقعا؟ أعتقد نعم العالم اليوم برمته إما أن يعيش حالة الفوضى والفراغ وقانون الغاب وأما أن يعود إلى تلك القواعد والأسس والنظام الذي يقوم على القواعد وعلى قواعد القانون الدولي وقواعد الحرب هذه الفوضى التي تخلقها إسرائيل تترك آثارا جمع على طبيعة العلاقات الدولية على السياسة العالمية على السياسة الدولية على قواعد النظام الدولي لهذا لاحظنا هذه الهبة وتلك الصرخة من مجموعة من الدول الأوروبية التي بدت تشكل حالما ولاحظنا كيف رئيس وزراء إسبانيا أن يجب أن نأخذ موقف للمكان والجانب الصح من التاريخ هذه عبارة غاية في الأهمية هناك صحوة هذه الصحوة بطيئة لا تتناسب بالضرورة مع طبيعة الأحداث المتسارعة وهذه الوحشية ونلاحظ أن الجيش الإسرائيلي أو جيش العدو الغاشم دعنا نستخدم هذه العبارات أحسن يعني مشان إحنا كمان نكون واضحين يعني ضد الشعب الفلسطيني بشكل متسارع ليفرض واقعا هذا البطء في العدالة الدولية هذا البطء في التحركات والتكتلات التي تحدث لصالح الشعب الفلسطيني يعني يفقد الشعب الفلسطيني مزيدا من الأرواح والخسائر بين المدنيين الأبرياء العزل ووقتنا من دم كما نقول في الفترة الماضية نعم الوقت من دم وكل ساعة تمر هنا خسائر في الأرواح نتحدث هنا سيد أشرف عكا في ختام هذا اللقاء عن ما المطلوب فلسطينيا ما المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى عجل التحرك من أجل إنقاذ الوضع إن كان هناك تحركات على صعيد دولي الاعترافات من قبل ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين أيضا على صعيد قرارات الشرعية الدولية محكمة العدل ومحكمة الجنايات أليست السلطة اليوم مسؤولة عن هذه الملفات بحكم أنها معترف بها معترف بمنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني يجب أن تخرج قيادة الشعب الفلسطيني بخطاب واضح ونهائي وحازم وسارم للعالم وللإقليم إما أن توقف هذه المجزرة وإما سيذهب الشعب الفلسطيني يا سيدي ليس لدينا ما نخسر ليس لدينا ما نخسر يعني نحن في وضع الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفي كل سحة تواجده وفي كل أماكن تواجده ليس لديه ما يخسر هذه القيادة الفلسطينية الآن مطلوب منها أولا أن توحد الشعب الفلسطيني وأن نوحد خطابنا تجاه هذا العالم وأن نعطي مجالا يعني محددا ودقيقا وحاسما بالوقت والزمان والمضمون إما أن توقف هذه الحرب وإما أن يندفع كل الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه والدفاع عن شعبنا الذي ينزف في قطاع غزة دما وعركا وجوعا وألما في كل لحظة وفي كل ثانية الباحث في الشؤون السياسية كنت معنا من رام الله أشرف عكا شكرا جزيلا لك